أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البرو حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التورا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذين بكت مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآية الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عفجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون فأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صغاط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاح حصرتي من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير فيأمرون بالمعروف بينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيضوا وجوه وتسودوا وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آية الله نتلوها عليك بالحق فما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض فإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف فتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون فأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبى وثم لا ينصرون غربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس من الناس فباءوا بغضب من الله وغربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سباء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آلاء الليل بهم يسجدون يؤملون بالله في اليوم الآخر فيأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ويسارعون في الخيغات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هو الله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريحي فيها صر أصابت حرث قوم غلموا قوم غلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البواء من أفاههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا عز عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله علم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سجئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يظركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبذئ المؤمنين مقاعدا للقتال من الله سميع عليم إذ همت قائفتان منكم أن تفشل بالله وليهما وعلى الله فليتمكن المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذلا فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم خمسة ألاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشغى لكم بل تطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا النباء ضعفا مضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النغلة أعدت للكافرين وأطيعوا الله بالرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفغة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السرائب الزرائب الكاظمين الغيظب العافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستفعوا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله بلم يصروا على ما فعلوا فهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفغة من ربهم وجنة وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس فهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام لدافلها بين الناس وليعلموا الله الذين آمنوا ويتبخذ منكم شهداء أم الله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلموا الصابرين ولقد كنتم تمنون الموتى من قبل أن تلقوه فقد رأيتمه وأنتم تنظرون وما محمد إلا غسل قد خلت من قبله الرسل أفإما تأوقت لن قلبتم على أرقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثباب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثباب الآخغة نؤته منها وسنجزي الشاكرين هو كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما فهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما زعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثباب الدنيا وحسن ثباب الآخغة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا المعبى بما أشرقوا بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأباهم النار وبئس مثل الظالمين ولقد صدقكم الله بعده إذ تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم فتنازعتم في الأمر بعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فلقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخواكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسي أشى طائفة منكم فطائفة قد أهمتهم قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية ليقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبغز الذين كتب عليهم القتل إلى مصاجعهم طوالي يبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تبلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيقون ببعض ما كسبوا ولا قد عفى الله عنهم إن الله غفور حميم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا غربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حصوة في قلوبهم والله يحيب يميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما انفغتوا من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله ليت لهم ولو كنت فضا غليظا قلبي لا فضوا من حولك فاعفوا عنهم فاستغفر لهم فشابرهم في الأمر فإذا عزمت فتمكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت فهم لا يغلمون أفمن اتبع رزمان الله كمن باء بسخط من الله ومأباه جهنم وبئس المصير هم دواجات عن الله والله بصير بما يعملون لقد من الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي غلال مبين أولا ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا نقبانهم فقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادغأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند غبهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا قوف عليهم بلا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله بالرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم فاتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم المكيل فانقلبوا بنعمة من الله بفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رغمان الله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخفف أولياءه فلا تخافون فخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضر الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظ في الآخرة فلهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذغوا المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتمي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ذا رسوله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتهم الله من فضله هو خيضا لهم بل هو شرق لهم سيطوقون ما بقلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرز والله بما تعملون خبير لقد سمع الله القول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا بقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلم للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لغسول حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقات الموت فإنما توفون أجرب يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيغا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وراء ظهورهم فاشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتغون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات بالأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات بالأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ها إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بغبكم فآمنا ربنا فاخفلنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك فلا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم غبهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فقاتلوا وقتلوا وقتلوا لأكفغن عنهم سيئاتهم فلا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثبابا من عيد الله والله عنده حسن الثباب لا يغضنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعوا قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عيد الله وما عيد الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشتغون بآية الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا وغابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيغا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به من الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا يتما أموالهم ولا تتبدلوا الخميث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتاما فانكحوا ما قابلكم من النساء مثل ثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدنوا ففاحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريئا ولا تؤتسوا فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتاما حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبداغا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أنوالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للذجال نصيب مما ترك الوالدان بالأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان بالأقربون والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروزا وإذا حظوا القسمة أولو القربة واليتاما والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشي الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله بل يقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ومرثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخفة فلأمه الثلث من بعد بصية يصن بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد بصية تصن بها أو دين وإن كان غجل يغث كلالة أب امرأة ولهن أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد بصية يوصى بها أو دين غير مظال غصية من الله بالله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطعنها برسوله يدخله جناتين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصنها برسوله بيتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأبين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرص عنهما إن الله كان تذبا رحما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الأنولى الذين يموتون فهم كفا أولئك أعتدنا لهم عذابا أميما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوجي إما كان زوجي وأعطيتم إحداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف نأخذونه فقد أخذوا بعضكم إلى بعضه وأخذنا منكم نيثاق ولزا ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم فأخذتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخي فأمهاتكم التي أرضعنكم فأخذتكم من الوضاعة فأمهات نسائكم نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكنوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر